الآن ينضم إلينا عبر الهاتف من بروكسل الدكتور هشام عوكا الأستاذ العلاقات الدولية وإدارة الأزمات مرحبا بك دكتور هشام يبدو أننا سنتر للتدرب على نطق الاسم الصعب للسيدة جوردانا يبدو أنها تسعى وسعيها سيكلل بالنجاح لكي تقود مقدونيا الشمالية يا دكتور نسان خير لك ولكل مستمعين طبعا مقدونيا هذا البلد بموقعه الجغرافي البلقاني عاش مجموعة من الاضطرابات من قبل الجار وننسى أن هذه الدولة التي جاءت على أنقاذ انهيار الاتحاد بالغوزنافي هناك خلافات كبيرة ما بين مقدونيا واليونان بالإضافة هناك خلافات تصب جغرافيا على ما بين السرب وبين كوسوفو وبالإضافة هناك تخبط داخل الشارع المقدوني لسبب أن هذا البلد الفتي لا توجد هناك تجربة سياسية عميقة وإنما جاءت هذه التجارب نتيجة الدولة المحيطة منها بلغاريا التي تحاول بمعنى أن تشارك الناخب المقدوني في إدارة انتخابات ممكن تصب في مصلحة بلغاريا وممكن أن تحاول اليونان أن تستفيد أيضا من هذه الانتخابات في إعادة رسم جغرافيا جديدة بهذه الدولة التي تحاول أن تغرد بعيدا وتكون هي عضوا في الاتحاد الأوروبي وتحاول أن تكون عضوا في حلف النتو فلذلك نتائج الانتخابات جاءت نتيجة تصادم السياسات الدول الكبرى خلينا نقول منها اليونان ومنها بلغاريا في أن تم تأجيل هذه الانتخابات أو بمعنى لم يحسم صندوق الاقتراع داخل المقدونيا هذه النسبة 50% التي تؤدي بالنهاي إلى فوز رئيس يقود مقدونيا إلى فترة أربع سنوات بناء على المحاصصة داخل البرلمان المقدوني المقدر أن يكون هل فجاءك دكتور هشام تقدم جوردانا سيليا نوفيسكا دافكوفا؟ طبعا لم يفاجر بسبب لأن هناك انتداد كبير داخل حوض الاتحاد الأوروبي خلينا نضح مسمى أنه زحف اليمين المتطرف واليمين الوسط طبعا لا ننسى أن فاتكوفا هي بالنهاي هي مرشعة حزب يميني وسط طبعا ممكن هذا الحزب اليميني وسط أن يكون له ارتباط عضوي مع حزب الشعب الأوروبي اسم الحزب يبدو مثيرا للريبة لمن لا يعرفه يا دكتور المنظمة الثورية الداخلية المقدونية غريب نعم يعني هذه تسميات خلينا نعطي إضاءة يعني إضاءة يعني ينشق يعني نعم هو بالنهاي حزب له انتدادات إلى الجانب الشيوعي سابقا وكنا نعرف أنه اليوغزافي السابقة كانت يحكمها الحزب السيوعي اليوغزافي وهناك فيه يعني مزارة القاعدة الفكرية لهذا الحزب داخل وننسى أنه فاتكوفا هي مرأة ليست صغيرة في السن هي 71 عام وخلفية هذه المرأة هي خلفية ماركسية اشتراكية فلذلك لا أرى أنه يعني أي استغراب أن تكون الانتخابات توصلك إلى نسبة بسيطة فارق يعني فارق التصويت بينهما وصل إلى 1% لذلك أنه تم تأجيل هذه الانتخابات أخيرا دكتور الشامل للأسف الوقت حاكم وانتهى تقريبا ما هي أحاسيسك بشأن انتخابات الإعادة؟ انتخابات الإعادة أنا على يقين أنه سوف تفوز في هذا بسبب أنه بدأت تستقرئ بدأت تستقرئ أنه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تضحيات وقالت والانضمام إلى الناتو بحاجة إلى عدم المكابرة في هذا الموضوع عدم الإنجرار والمحافظة على الهوية الوطنية هذا شيء جدا لأن الشعب المقدوني هو شعب له متمسك في قوميته وشفنا أنه الأحزاب كان هناك ملامة أنه بعض الأحزاب أكدت أنه لا يمكن أن ندخل الاتحاد الأوروبي وهذا الاتحاد الأوروبي متورط في حرف غزة ومتورط في الحرف في أوكرانيا فلذلك يجب أننا الشعب المقدوني أن ننقى بنفسنا عن هذه الاستراتيجيات التي استخذها الاتحاد الأوروبي ونحافظ على الهوية المقدونية التي ممكن أن تؤسس إلى بلد له واجهة دموقراطية بعيدا عن تجازبات السياسية للدول الكبرى سيد الكريم أشكرك جزيل الشكر الدكتور هشام عوكل أستاذ العلاقات الدولية الذي شرفنا من بروكسل ترجمة نانسي قنقر